بعض الحاجات الخطأ برضو اللي بينشوفها يقولك أنا هاشرب شاي كتير قوي 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 عشان أنا باشرب شاي وقهوة كتير فما بقاش محروم آه بيعوض الكفاين بحاول يعوض هو بيعوضه في وقتها بس أنا برضو هتحس بنفس الأعراض لأن المدة بتطول بس بيحصل لك مشكلة أنت الأكثر عطشة الناس اللي بتاخد من الراتبول كتير دي أنت هتقعد تدخل الحمام طول النهار والعطش بيزداد بنفس الحزبة الناس اللي بياخدوا سجاير كتير جدا على السحور باعتبار أصلا هو صايم 16 ساعة وبشايدة خنت فهاشرب كمية كبيرة هو بيعوض جسمه على بيج دوز من النيكوتين هو مش بتعوض ياخدها وكان بياخد سجارة بقى بياخد 20 سجارة وانشط فبالتالي هو الأكثر عرضة للصداع لأنه أخد كمية كبيرة جدا وفجأة قاعد 16 ساعة أو 18 ساعة من غير ما ياخد الجرعة يبقى النظام مش أفش النظام فهم وإذا فهمنا النظام هندخل من رمضان حلوين ونطلع من رمضان حلوين بدون مشاكل صحية إن شاء الله طبعا أكيد هسأل على اللي بيفطر على السجارة على طول واللي بيفطر على القهوة على طول بس الأول عايزة أسأل عن النظام الصحي المناسب لأصحاب الأمراض المزمنة اللي عنده الكبد اللي عنده الضغط اللي عنده السكر اللي عنده أي مراد مزمن اللي عنده الكلا هل ليهم صيام زي الصيام بتاع الناس الأصحاء ولو ليهم سيام برضو إيه الأنظمة اللي يعملوها علشان يتفادوا أي مخاطر على صحتهم خلينا نقول مين هم الأشخاص الممنوعين من السيام في الأول أي حد عنده مرض ده نمر واحد مرض مزمن قبل ما فكر رسول لا استشير طبيبك ولا عيبة في هذا ولا حرام يعني ربنا اداننا رخص وإن الله يحب أن تؤتى رخصه يعني الناس اللي على سفر والناس المريضة والناس اللي مش قادرة يعني لما يبقى واحد عنده 80 ولا 90 سنة والصيام هيبهدله لا ما تصومش وشيخنا الأفاضل يقولون لما يدي وجبة المسكين خير له من أنه هو يصوم ويتعب لأنه الصيام وتعب ده هيقبل أو لا ده ربنا لأنه ربنا تدك رخصة لأنك غير قادر وبالتالي الحاجات دول دولة أساس دينا المريض بقى هنقول مريض السكر من النوع الأول اللي بياخد إنسولين ما تفكرش تصوم إلا لما ترجع لدكتورك طب مريض السكر للنوع التاني اللي بياخد إقراس آخر ثلاث شهور السكر التراكمة بتاعك كويس مزبوط بالشعراية آه هنصومك طب مش مزبوط بالشعراية فأنت برضو مش هتصوم إلا لما ترجع لطبيبك برضو الناس اللي عندها فشل كلاوي أو الناس اللي بتغسل أو الناس اللي ما عندهاش فشل كلاوي بس الكليا على الحرق رق ماحتاجت شرب مياه طول الوقت؟ أيوها حل الكرياتين بتاعه وطلع عالي شوية وده ماحتاجش شرب مياه كتير فازانها منعه من المياه ارجع لدكتورك برضو لو سمحت الناس اللي عندها تليف كبدي طب تليف كبدي وعملت تحليل ووظائف الكبدي بتاعتي لقيت ووظائف كبدي زي الفل صومتك لعالله حتة بايزة في الكبدي لكن الباقي زي الفل طب تليف كبدي وعندي إنزيمات الكبدي بايزة وعندي كمان استسقة وجسم مورب لا ما تصومش ارجع لدكتورك يبقى دول الفئات اللي نعمل إشارة حمراء كده لا مش هتصوم اللي لما ترجع لدكتورك للظبط ودكتور بتاعك هيقولك هتصوم الشهر كله ولا نصه يوم قاوة ولا يوم لا ولا ممنوع خالص فأنا ازاي؟ يبقى دي الفكرة طب كمان مين ممنوع يصوم تاني بعيدا عن المرضى الأطفال الصغيرين اللي احنا بنحاول نعلمهم الصوم بدري عن معده وحتى لما بنجي نعلمهم الصوم بنعلمها لهم بطريقة بش مزبوطة طريقة غلط نبدأ من إمتى في سن؟ المفروض مع البلوغ الدين قال مع البلوغ بس هبدأ أعود مع البلوغ لا أدرب من عمر سبع تمن سنين أدرب التدريب الزيبان عشان دي التركة هتلاقي الأم بتقوم الصبح تقول لابنها صوم لغاية الظهر لا غلط غلط أنا مع حضرتك والأهم واجب الفطار ابنها يصحى بدر ويفطر ويروح مدرسته عشان يعمل مجهوده ما يتعبش ويرجع من المدرسة كمان لو حابب يتغدى غدوة خفيفة ما فيش مشكلة بعد كده هصومه من العصر لغاية المغرب كده أنا كسبت حكتين ما أرهقتش ابني وحببته في الصوم وخليته يأكل مع باباه ومع أخواته على الفطار في رمضان وهو جعان وما رجع البيت لأهم صايمين هو صايم معهم في نفس الوقت ولما الأدم بيدن بيكسر سيامه معهم وبيفطر معاه ده صحيح العكس بيش مظبوط ولا على صحته ولا حتى على تفكيره ولا على حالته النفسية إنه نفسه بيأكل في توقيت هما ما بيأكلوش فئة والعكس صحيح أو إن أنا هعمل العكس هخليه يأكل وهيرجع يأكل تاني معانا فهزود وزنه يعني هصومه ساعتين تلاتة الصبح وبعد هرجع أكله وهرجع أكله تاني معانا فهنا بأكلو كميات وسعرات أكتر من اللزوم يبقى دول الفئات اللي نخلي بنا وإحنا بنقول لهم هتصوموا ولا ما تصوموش